من الصباح لحد الآن الظهر وانجاز احاول ادخل في موقع معين عندي كم شغلة اريد اخلصها مش راضي يفتح احاوله هنا هنا ما في فايدة مش شغلات تضح لي فيما بعد ان الموقع سدوه انا مش عارف على اي اساس ذا الموقع انحضر ايش فيه من ممنوع عشان يحضروا المهم قلت زيه زي غيره من التطبيقات والمواقع اللي انحضرت بحمل برنامج بي بي اين واكمل شغلية تجرب الاولى ثاني الثالث اغلب البرامج اذا لم تكن كلها الان البي بي اين مش اغال عندها في الينات فعني جلست ادول حتى لقيت لكم ذا البرنامج اللي انا بكلمكم عليه بالفيديو عشان انا قلت لو حد منكم يحتاج ذا البرنامج ان شاء الله بيمشي الامور وتكون عندكم سالكه اسمه ايتوب في بي اين يسيب لكم رابط طبع التحميل اسفل في الوصف تدخل الموقع تبعهم وتحمل البرنامج على اي تحلزك سواء كان ايفون ولا اندرويد ما في اي خلاف هو نفس الشرح انا حتى بوريكم كيف تستعمل البرنامج تمام وهو فعلا مش منطقي انك تبطل تدخل موقع ولا تطبيق عشان حضره كم فيها مواقع حضرت زي التطبيقات المكالمات سكايب ايمو دو وغيرها كثير قنوات تلفزيونية زي قناة الجزيرة في موقع المحظور صحوف وجرائد صحيفة اليوم السابق الاهرام القدس كم مواقع صارت محظورة كمان العاب صارت محظورة عندنا في اليمن زي لعبة بوبكي موبايل محظورة ما بتشتغل الى بي بي اين يعني حوار جدا متاعب للجيامرز في فيه اشياء كثيرة انحضرت يعني وما فيه اي داعينات انحضر يعني هي مش مواقع اباحي وبلس اي تين عشان حضروها افتهم لكم كيف فانت خلاص حمل برنامج بي بي اين كبر عقلك ومشي امورك والحد ما تفرق تمام لا تنسى الان انك تشترك عندي في القناة ودفع الجرسة الاشعارات تابع معي الشرح هذا لاخر الفيديو الى الان بدأ رجعنا لكم من جديد انا بشرح على الايفون نفسه وعلى الاندرويد ما في اي فرق متصل الان بشبكة الانترنت وبدأ المصفح انا حاول ادخل موقع زين ماركت ما يرضى يفتح لانه محظور عندنا احاول ما في فائدة كمان نفس الشي على موقع الجزيرة زي ما تشايفين ما يفتح فلذلك احنا بنحمل برنامج VPN وزي ما حكيت لكم لقد تلكم برنامج حلو ورائع شغال ايتوب VPN تحمله من الرابط الموجود اسفل في الوصف هذا هو الموقع تعطيك تثبيت وبعد انتظر تنزيل مجان بياخذك على حسب نوع جهازك ويندوز ماك اندرويد ايفون متوفر على جميع المنصات وهنا بتشوف السكرينشوتس تباع البرنامج يعني بيحكي لك على الفيتشارز اللي فيه وعلى فكرة البرنامج حجمه صغير ودائما ينزله التحديثات وشوفوا التقييمات الناس كلها تمدح فيه المهم روح حمل الان وثبت على جهازك وادخل عليه بيفتح معاك بنفس هذا الشكل هذه الواجهة تبع البرنامج خلوني بس اغير اللغة عشان تفهموا عليها اخليها عربي بدل انجليزي الان حولنا اللغة تبع البرنامج وخلاص الان اللي الباقي له مفهوم ضغط الزر تعمل الاتصال او انك تختار الخادم في عندك خوادم كثيرة في عندك حتى دول عربية الامارات مصر وواب بكله على حساب احتياجاتك تمام وفي عندك هنا خيار بخصوص البرتوكولات انت بتخليه تلقائي مستحسن ما في داعي تغيره وممكن تدخل لدى الخيار من القائمة بعد انبرتوها شبكة الاتصال وتكرأ اذا حابب تفهم اكثر بس انا فضل خليه تلقائي بضغط الآن على اتصال وانتظري ثواني لحتى تتم العملية بنجاح الآن تم الاتصال بسيرفر زيورة سويسرا الآن انا بحاول ترى موقع قناة الجزيرة شوفوا الموقع الآن بيفتح معاي هذا موقع زين ماركت اللي ما كان مفاتح معانا اوكي يعني فتح معانا بالفي بي ان البرنامج شغال هذا موقع اليوم السابع وهذا الشروق وهذا القدس وهذا عقال هذه مواقع كلها محظورة عندنا يا جماعة فتحناها عن طريق الفي بي ان يعني انا بوريكم يعني بالتجربة العملية وريتكم ببداية الفيديو عالم اعتقد اثنين مواقع خلاص الآن هم مفاتحين معانا وشوفوا متصل في بي ان الامور كلها سالكة حلاوة متصل في بي ان كونكتد زي ما انت شايفين هنا معاي بالعدادات خلوني رجع للبرنامج ونروح نغير سيرفر الاتصال مثلا عندنا هذا بلجيكا من استكامب بيعمل قط اتصال وبيتصل مرة ثانية بالسيرفر الجديد اللي احنا حددنا انتظر بس ثواني خلاص الآن متصل من بروكسل بلجيكا استكامب اوكي مثلا نخلي على سيرفر لندن بريطانيا المملكة المتحدة اه جاري الاتصال يعني كذا شوي ثواني خلاص متصل في عندك سيرفرات ثانية مثلا ذا سيرفر خاص لديزني بلاس عشان المشاهدة يعني سيرفرات خاصة بالسريمينج في عندك هنا سيرفرات خاصة بالسوشيال ميديا مثلا دا السيرفر خاص بمنصة تبع البيتكوين والعملات الرقمية لانه محظورة في بعض الدول وهنا عندك سيرفرات الخاصة بالآلعاب مثلا بوب جي موبايل عندك سيرفر خاص ببوب جي موبايل من ايجيبت مصر ام الدنيا تم الاتصال انا الان بيجي على القائمة وبريكم انا الان فاتح بحساب خلوني اخرج منه وبفتح بحسابي العادي المجاني هو بيأدي نفس الغرض اتصال يفتح للمواقع المحجوبة فانا حاليا فاتح الحساب المجاني بيجعل الخوادم بخليه موقع ذكي بيحدد لي تلقائي على حسب الانسب جاري الاتصال تم الاتصال متصل والفي بي ان ما زال شغال معايا تمام وبالنسبة الاشتراك الفي اي بي انت حر هذا شي راجع لك اذا حاببت على شوية بالليفل بس هذا كان كل شي عند اليوم طبعا البرنامج اخترته بعناية فائقة على مبدأ شغال مش شغال لاني جربت برامج كثيرة ومش شغال عنده في ليمن كلها خلاص صارست محظورة فايتو في بي ان لسه شغال على الجرس الاشعارات لايك ورورة جدا اللايك كمان الكومنت ومشاركها على شهر سوشال ميديا وشوف فيديوهاتي السابقة الموجودة على القناة بالنسبة لعني مواضيع مختلفة عن التكنولوجيا والجوارات وريفيوز وزي كذا مع السلامة